عن سير المعارك في هذه الجبهة والتي تستمر بشكل متواصل معنا الآن أحد القادة العسكريين في هذه الجبهة العقيد جهاد حفيظ ركن التوقيع المعنوي اللواء 115 مشاه عن سير المعارك وعن استهداف الميليشيات الإنقلابية للمواطنين وأيضا المواقع العسكرية ما هي آخر المستجدات في هذه الجبهة هناك في الأمس القريب حصل هجوم مستمر من قبل الميليشيات الإنقلابية على قواتنا في الجبهة قوات المقاومة والجيش الوطني وقد تصدت لها أسلحتنا الثقيلة وأجبرتها على التوقف عن القصف وكثيرا هذه المنطقة ما تتعرض إلى القصف من قبل الميليشيات الحوثية في جوانب هذه القبل ومحيط هذا القرى المنتشرة في قرية الحظن عن الدور الحكومي لدعم المقاتليين مقاتلين الجيش الوطني وأيضا مقاتلين المقاومة الشعبية في هذه الجبهة هل هناك تجاوب حكومي مع احتياجات المرابطين في هذه الجبهة؟ طبعا هناك دعم ولكن لا يفي باحتياجات هذه الجبهة كون الدعم لم يصل إلى المستوى المطلوب لذا نطالب الجهات الحكومية بمد هذا الجبهة بالعتاد والإسلحة إذن تستمر المواجهات ويستمر استهداف ميليشيات الحوثي الإنقلابية للمواطنين العزل في القرى أسفل جبهة تأثرة هذا التواجد الحوثي لا يشكل خطر على مدينة لودر فقط ولكن يشكل خطرا على محافظة أبيان ككل لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان